السلام عليكم عيد بأي حال عدت يا عيد في المكناسي طفلة ماتت ومجريح وضرب مضروب انفلات أمني تام في قفصة انفلات أمني ودني بلاد ماك لبعضها قبل لي ثلاثين مجريح وكرتوش خيط باللعبات عندي ستة شر وانا منبه من حرب أهلية وقلت بشي قدونا له ولكن تقفت ضحايا من حباش الشي اللي ماشي فيه احنا قررناه بريضانات واحنا مسؤولين عليه كشعب نحينا بن علي ليتنحيط بن علي وقررنا جماعيا المرجعية امتعنا للخروج من الآزمة هي الرجوع الى احزاب الكاكوية وهي كل مراهم ترجمة من الانجليزية يقولوها في السياسة في انجليتيرا بارتيت بينات وزادونا في الكاكوية وصلونا الى 105 اليوم ماذا تحب بنتي؟ يا ساري هاو 25 حزب اخرتها عنده واحد ثلاثة اربع ايام متعدى في التلفزة فكرة برنامج دع الحزاب يتكلم مخرج هو لما نعرف بعد وروا تحت كواترو بن علي عملوا المونتاج بدلوا تاريخه يمجد في بن علي قدس به شو اللي تحب وهذا كله علاش من اللي اصدمت فيه في العسرة سنين بارش عبادة يقولوا ليراك ما يكشفيه بالمستوى والوعي السياسي بتاع التونسي ولكن قلت كانوا يهولوا واليوم نستعب غلط غلطة كبيرة في فقدان الوعي السياسي التام عند التونسي احنا قبلنا وانا منكم انتخابات باحزاب معداش تمويل باحزاب طالعك الفوقع عمري ما كنت نظن وانو شعب التونسي بشيرضا بترخيص لاحزاب لقفافة بنعلي هذا اصدمني صراحة اصدمني ما كنتش نستخيل وانا نقبلوا هذا وكله هدايا ملعوب وراه دي ما يقولوا ايدي خافية الناس كل ماشى الكمال الطيف منهم الكمال الطيف ولكن قوى قوى تحبوا تعرفوا شكون هزازنا هي الصراق نجيكم من الاخر اللي ما هيش بش تتحاسب قرروا ما هوش بش تتحاسب لا يمكنتم كن فرد مغرفة ما هيش بش تتحاسب فرد مغرفة لم يحسبوا نجيكم من الاخر من الكلام بل تارق شعبوي سبعة الحياة و هل بمتطروا يقولون لي أنه يجب أن يكون هناك قيد سبسي يجب أن يكون مصطفى كمال النابي يجب أن نفرحوا به و لم أذهب مع شاسمه الراشغي في كلام لم أذهب مع ترتور السياسي و أخياتك كمال طيف على خاطر أنه يجب أن يكون سيهام بن صدرين كانت معه سيهام بن صدرين من كارير لقال و مصطحوا هذه الممتعات ما هي حادثة حديثة كانت تجريد تجريد الممتعات القادمة من غرفية أخ crossover و أخياتك في حالة مجرد أنا راح أخيط في الجيش و لم يتوقف حديثة أنه يجب أن يقتل الممتعات في السياسي و لكن لا تكن مع الجيش في الفلنطان و ليلوم كيف يتحذي الشيش فيه و لكن غير مغنية يتحمل مسؤوليته بعدم اخذ القرارات اللازمة صار الجيش من الشعب منعود كطرف في اللعبة وقال لي هو هذا شيء مستحيح الجيش متاعنا على ما يشد لي هو جمهوري أنا نقول وراه بها يسر كي تبدأ جمهوري ولكن الجمهوريان حلت قاعدين يحلوا فان وتونس ماش مستحق لناس تعمل الشيء هذي والسينما هذا خلاه هو يخرج من المطار كي مع عفيف شيبوب نايب مزلس النواب عملنا على الـ 94 موش نايب يجب أن يكون الرقم واحد فيه وفوض المزع كي نايب رئيس الالباحد ندخل يشوخرش واللي يجب أن يكون تادوليست هو كمال طيف بكلامه قال انا جبته كي انتي جبته تحسبني عليه وانتي حتى العام 92 قلت لأمور ماشي ايه لأمور ماشي وانتي مستنفعتش ماديا يثبتلي هذي والناس قالوا كمال طيف سحليه والله سحليه كي احنا رادين بالأحزاب هك مع انت حالين نالوا اللعبة وراسح نعود نرجع له لما ترجعوا الياحياوي في لسطة الفساد وهو رقم اثنين طوه اختفاء من لسطة خاطره ولا يلعب معه انا منعبش معه الناس هذوما اللي عملي نفسهم معارضين ونقولها ونعود ونقولها وان شاء الله برنامج بساية سيتلا مالاك المشبشيات اللي على خاطر البرنامج يبيع ويشري بيه قررنا كشعب بنعلي مد ثلاثة وعشان ثلاثة يفبرك في الفضلات حشك مزبالة عنده كما تدار قرر الشعب التونسي يمشي القزرية متعزبالة ونهبت ونطبس عليها ونفرز مشيت نهارين مشيت البلاسة مع تلبحر ورافي وطيل مع ناس تبقى قارية وطيلة متعزمة أتسمعا وزلا وهو عشان الظهر وقالا يقلون بمالة وخفر وقالا نتحدث كل يساعد فاتن العربي كيف يقولوا بمالة وكيف يرغمين بارنامج الوحيد منا يصبون ويقولوا ليه ما تجميش تمسوا مثلا نجل مير يخدم في عشرة الفوات مالا بابلو اسكوبار في كولومبيا محكمش مسوك كان يمس في خمسمائة يخدم في خمسمائة الفوات وطابقة المتوسطة هديه وليتسخين معتها قارين ويبدأ يحكي ياسرة كبس ياسرة كانوا ما يحكيوش قبل أربعة أجرام يقلوا تفك علينا بشن قلهم حاجة انتوما راكم مشين في وطروط الفقر والشعب اللي يعملها بش يزيد يفقر والسراق اللي تومت قلنا هما مشوفوا اللي كولومي بش يزيد ويستغنى وبدأوا يستغنى ويستغنى وعلي كان علي بن علي الشعب التونسي ماشي إلى حرب أهلية قلت عندي ست شرق بوادر انتحها هماهلا بوادر هذا المكناسي أدعو الجيش والقوات الداخلية للأمن الداخلي أن تتدخل بش يرغل حد المسرحية تونس ما حاشتش في حزب حاشتها برئيس الجمهورية تونس ما يشتع ديمقراطية كما انتع فرنسا تونس تحب على العدالة تونسي قلتوا ثورة الكرامة والحرية تكذبوا على الشعب الشعب عمل الثورة للعدالة ولمحاربة الرشوة والفساد تكذبوا عليه بلمهان دا فورماسيان اللي يتكونترولي فيه أدعو الشعب التونسي وعندي مشكلة الكلمتاعي يتفهم من بعد ان شاء الله الكلام هدا تفهموا في وقته الوحدة اللي خرجنا بها ضد بن علي يقولوا لي علي ما تعايتش المظاهرات ليه؟ لأنه مفتتوا النهضة بش تخرج جماعة البوقت بش يخرجوا اللي كانوا غايبين تماما في الانتفاض وفتتونا لا هذكا لا هذكا هذكا كله سينماعة من هون آخرتها من الأخ الفوساد هي اللي تمويل فيهم صراق تمويل في الأحزاب من الأخر للأخر بش ميت حسبوش وكمال طيف اللي الدنيا هاج عليه اختروه يشبت في الخيوط على خطر يعرف المعارضة على أنه كان معارض يخدم بهم الكل ويخدم بالشعب التونسي وبش تقوموا على كمال طيف يقول لي امشي لعنه ادعو إلى قصبة أخرى ادعو إلى قصبة أخرى انتوما تخرجوا بمظاهرة وزارة الداخلية وفي القصبة هؤلاء بشي قعدوا يتللموا فيها ويأخذوا القرار ادعو إلى قدام سكر انتوما ادعو إلى قناة اللي مسؤول على الأموات بعد 4 جانبي دخل تونس في حيد طنبلانس متعددة بالواحد قالوا قناص في البلاسة الفونانية هؤلاء كلها محدودة باش الناس كل شد ديارة الخمسة الجانبي وهم اخذوا اللعبة في ديهم وفيقوا بالفقرين الفقر السياسي اللي عنا بتونسة والفقر اللي في البطن والمعدة الجائعة ما عنداش أذن وطعا من فم تستحلعين هاداش عاملون واخرتها كي يدخلوا في حربة لئة ولاذا مش تتمسهم ولا مصلاحهم من ربها المستهيل من الأخر انت على الأخر ما هو مش بش يتحاسب هذا هو البرنامج اللي تعطي فيه الأحزاب الكني اللي يعطيوكم فيها طرقات ما طرقات ونالولي قلتها الفرستركتور وقلتوهم على شطر منعرفه ميسر ان شاء الله نقولكم كيفية الفرستركتور مش طرقات برك حتى في الوبتيك وفي الانترنت وفي الهم الأزرق يرحمنا يرحمكم الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته